شخصالح الحقيقة هناك سؤال من خلال سؤال الأخ الكريم عن الوضوء الشيطان قد يوسوس للإنسان في الوضوء أو في الصلاة موقف المسلم من هذه الوساوس التي تعتري سواء في الوضوء أو في الصلاة الوساوس يتركها ويستعيد بالله من الشيطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك شيطان يقال له الوالهان يوسوس على المتوضئين ليشغلهم وليشككهم في وضوئهم فعلى المسلم أن يقول في البداية باسم الله ثم يبدأ بالوضوء ولا يلتفت للوساوس أبدا ولا تهمه ويمضي في وضوئه كما شرع الله سبحانه وتعالى نعم